اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الجرمال الفرنسي ينهي الجدل ويحسن في مستقبل المغربي اشرف حكيمي مع الفاريق الباريسي اكد البلجيكي سفين فاندينبروك مدرب الوداد الرياضي لكرة القدم غيب زوير المترجع عن اياب نهائي دور ارطال افريقيا امام الاهن المصري الاحد القادم بسبب الاصابة مشددا على جاهزية لاعبه لهذه المواجهة الحاسمة للحفظ على اللقب القرية وقال فاندينبروك في تصريحاته خرجنا بنتيجة جيدة في اللقاء الدهب بهدفين مقابل هدف واحدة الهدف الذي سجله في تلك المباراة اعطانا ثقة اكبر في اللقاء العوداء واضاف المتحدد نفسه تقاتنا الكبيرة وكذلك للعبين قبل لقاء الاياب سنلعب امام جمهورنا من قبل مباراة الدهب ونحن مركزين على مواجهة ونتفادي اي تأخير خارجي على جمهورا ووصل قائلا هدفنا هو تحقيق اللقب ونحن قادرين على تحقيق ذلك سنفتقد خدمات اللعب زوير المترجع بسبب الاصابة ولم يكمل المباراة القادمة بعد شعوره بالألام ويصر الى ان بعثة الاهل المصري حطت الرحل بالدار البيضاء مساء امس الخميس استعداد للقاء الاياب امام الاهل المصري الاحد القادم بمركب الريادي محمد الخميس بالدار البيضاء عبد الكبير عبقار مهدد بالغياب عن مواجهة الرأس الاخضر وجنوب افريقيا بسبب المباراة التي جمعت فريقي الفيس بنادي ايبار في ايطار اياب نصف النهائي التصفية سعود للبطولة لاليغة الاولى تعرض اللاعب المغربي عبد الكبير عبقار للاصابة وتمكن فريقي الفيس من الفوز في هذه المباراة بنتيجة هدفين لصفر في الدقيقة 78 من مباراة اضطر عبقار لمغادرتها بسبب الاصابة بعدما كان فريقه متقدما بهدفه تسجله في الدقيقة الاولى من الشوط الاولى وتمكن تعزيز هذا التقدم بالهدف الثاني في الدقيقة 8 هنا ومن المتوقع ان يغيب عبد الكبير عبقار عن قائمة المنتخب المغربي حيث كان سيشارك في تحضيرات لمباراة ودية مع الرأس الاخضر في يوم الاثنين 12 يونيو الحالية وايضا عن مباراة رسمية امام جنوب افريقيا في يوم السبت 17 من نفس الشهر والتي تأتي ضمن التصفية الافريقية المؤهلة لنهائية كاس افريقيا لعام 2024 التي ستقام في الكود ديوار اكدت صحيفة كيركير الالمانية بان الدولي المغربين وصير مزروي ظهير بير ميونخ الالمانية ضمن الخيارات المطروحة داخل اقدارة بير ميونخ من اجل بيع عقده والاستفادة منه ماديا للتعاقد مع احد المهاجمين هذا الصيف ووفقا للمصادر ذاتها فان المهاجم السربي دوشان فلوهوفيتش لاعب يوفينتوس الايطالي هو الاسم المتدول بين المسؤولين بطل الماني الموسم الماضي والذي من المقارن ان يضحي من اجله بير ميونخ بنصير مزروي في الفترة الانتقال الشاشوية القادمة ولا يستبعد البافاري ايضا ان يعقد الصفقة تبادلية بينه وبين يوفينتوس والتفريط في مزروي مقابل فلوهوفيتش من اجل اتمام هذه الصفقة حيث يشار الى ان نصير مزروي سبق وانصرح بانه غير متاح مع بير ميونخ في وقت اصبح خارج حسابات طاقم فني علما انه سبق وانتزع الرسمية من بنيامين بافارداء وتوجى نصير مزروي مع بير ميونخ هذا الموسم بالقبل بونتسليكا كبشارك الموسم المنصرم في 19 مباراة في الدوري سجل فيها هدف واحد علما انه غاب لفترة طويلة بعد مشاركته مع المنتخل الوطني المغربي في منذ القطر 2022 بسبب اصاباته على مستوى القلب افادت تقارير الاعلامية ان نادي ريال بيتيس يرغب في الاستفادة من خدمات الدولي المغربي عبدالسامة الززولي في مركات الصيف المقبلة وتكرت صحيفة إسل إسبانيا ان من اولويات الفريق الاندلوسي ضم الجناح المغربي الى صفوفه بعد المنص من هجحة بصم عليه رفقة نادي اصصونة على سبيل اعراء وبحسب المصدر ذاته فان برشلونة يتطلع الى بيع عقد الززولي بمبلغ 20 مليون يورو مع العلم انه يعمل من اجل حفظ القيمة بنحو 18 مليون لعدم توصله باي عرض بقيمة التي يطالب بها ويذكر ان البلغ مع عمر الواحد والعشونة عامنا لعب دورا اساسيا في مساعدة اصصونة على تحقيق افضل موسمة في تاريخه على الاطلاق حيث بلغ نهائيك اسلم اليك ذكرت تقارير الصحفية ان نادي باي سان جرمان الفرنسي لكرة القدمة فتح الباب امام امكانية الاستغناء عين نجم المغربي اشرف حكيمية وبحسب قناة اغ ام سي سبورت فان النادي الباريسي يقف في طريق اشرف حكيمي اذا اراد اللاعب المغربي الراحيل هذا الصيف الى وجهة جديدة واضافت القناة انه على الرغم من اعجاب حكيمي بفريق باي سان جرمان الا ان شعوره بالارتياح بدأ في التراجع بشكل ملحوظ مؤخرا واكدت القناة الفرنسية ان الاضافة باي سان لن تقاتل لاقناع حكيمي بالاستمرار مع الفريق اذ ابدى رغبته في الرحيل هذا الصيف وهي مستعدة للتفاوض على بيع اللاعب حال وصول عرض مالي جيد من اجليها واشارت المصادر ذاتها الى ان مستوى النجم المغربي حكيمي ترجع مع باي سان جرمان بعد تألقي في كأس العالم وتأثره سلبن بتهمته في قضية اخلاقها في مارس الماضي واذكروا ان النجم المغربي انضم الى صفوف باي سان جرمان في صيف 2021 قديما من انترميال ايطالي مقابل 60 مليون يورو شكرا على حسن المشاهدة لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد اخبار المغربية شكرا على حسن المشاهدة